خلقوا الرعب في العالم الإسلامي احترفوا القتلى واعتقدوا أنهم زاروا الجنة هل سمعتم من قبل بالحشاشين؟ أخطر طائفة اغتيالات عبر التاريخ في حكايات الحشاشون فرقة من الطائفة الشيعية الإسماعالية ظهرت أواخر القرن الحادي عشر في إيران والشام جمعهم شيء واحد تصفية الأعداء لنشر الدعوة أصل تسميتهم له روايات عديدة قال بعضهم إنهم كانوا يتعاطون الحشيش قبل عمليات التصفية والبعض الآخر أكد أنهم كانوا يعتمدون في غذائهم على أكل الحشائش كان قائدهم يختار أهل المناطق الجبلية والصحراوية لعملياته يتميز هؤلاء بالصلابة والقوة والنشأة على عداوة السلطات السنية يدربهم على استخدام الخناجر والهجوم والقدرة على التخفي وتقمص الشخصيات الحشاشون زاروا الجنة هكذا يعتقدون ففي قلعتهم حديقة كبيرة تحتضن أشجار مثمرة وجداول وبها حسنوات أوهم القائد أتباعه أنها الجنة وأمرهم باتباع أوامره بعد إعدادهم كان يشرح لهم الخطة في الغالب تحدث عمليات التصفية في أماكن عامة في السوق في الجامع ضمن موكب عظيم أو في مقر الحكم الأحيان سلسلة اغتيالاتهم بدأت بأشهر وزير لدى السلاجقة ثم قتلوا بعدهم ملك القدس وأمير الموصل وقاد أصفهان ثم خليفة من الفاطميين كانت أساليبهم في القتل مختلفة وذكية يتجنبون المواجهات المباشرة ويختارون الشخصيات البارسة وهذا ما أعطاهم السمعة المخيفة في رسالة بعثها رسول لإمبراطور ألماني وصفهم قائلا لهم سيد يلقي أشد الرعب في قلوب كل الأمراء العرب القريبين والبعيدين على السواء وكذلك يخشاه كل الحكام المسيحيين لأن من عاداته أن يقتلهم بطريقة تدعو للدهشة لكن لكل بداية نهاية انتهى عهد الحشاشين على يد سلطان الممليك الظاهر بيبرس عندما استولى على قلاعهم واحدة تلو الأخرى وأمر بقتلهم جميعاً لينهي بذلك حكاية أكثر الطوائف دموية في التاريخ الإسلامي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر